اشتركوا في القناة خلينا نأخذ ونجاوبها سئلة الوحدة اذكر استخدامين للكهرباء في حياتنا اليومية للتدفئة والطهي والإضاءة العلاج والترفيه والبنوك والمصانع أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة أي الآتياب يعمل بالكهرباء أكيد مروحات السقف أي المواد الآتياب تسمح بإضاءة المصباح يوم منوصلها بواحد واثنين أنه اللي بيزبط يا حلوين إننا نحطها هون ويوصل تيار البلاستيك بوصلش المطاط بوصلش والخسعب ما بيوصل أنه اللي بيوصل المسمار الحديدي أي الدارات الكهربائية الآتية يضيء المصباح فيها أكيد رح يضيء في دال إذا مش واضحة هيها لأن دال يا حلوين موصول بالطرفين وعلى اتجاهات مختلفة وكل ياته موجود بينما هنا طالع في نفس النقطة ما بينفع في نفس النقطة ما بينفع في نفس النقطة ما بينفع لازم يكونوا بهاي الطريقة السؤال الثالث أضع صاح في المكان المناسب هل الزجاج مادة مغناطيسية؟ لا هل البرقي مغناطيسي؟ نعم هل الألمنيوم مادة مغناطيسية؟ لا سلك النحاس غير مغناطيسية المفتاح الحديدي مغناطيسي والفولاذ مغناطيسي أتأمل أشكال الآتية وأفسر كيف هذول مركبين مع بعض؟ هذول مجموعة من المغانط على شكل حذوة الفرس كيف مركبين؟ لأنه متجاذب مع بعضها البعض لأنهم مختلفات الرؤوس هي أزرق مع أحمر التفسير قربنا الأقطاب المختلفة من بعضها البعض وحدث تجاذب بينها إيش؟ لأن الأقطاب مختلفات تجاذب طلع هنا تنظيم المغانط فوق بعضها هي وإغلاق أقطابها بحافظة التفسير ليش؟ عشان تحفظ قوة جذب المغانط حتى لا تفقد المغانط قدرتها على الجذب يعني حطينا لهم عشان ما يفقدوا قدرتهم على الجذب هذا الكشاف اليدوي المضاء التفسير دارة كهربائية مغلقة بينما هذا مفتوح هذا كشاف يدوي غير مضاء ليش؟ لأن الدارة الكهربائية مفتوحة لأن قطعنا سلك التوصيل السؤال الخامس وعلل تصنع علبة البوصلة من مادة غير مغانطيسية لأن المواد الغير مغانطيسية بتسمح بنفاذ القوة المغانطيسية ولا تتمغنط يستخدم المغانطيس في باب الثلاجة حتى يعمل على إغلاق باب الثلاجة بطريقة محكمة تصنع مفاتيح الكهرباء من البلاستيك لأن البلاستيك مادة عازلة ما بتسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها وتمنع حدوث صدمة كهربائية عند لمسها سؤال السادس ألون أقطع بالمغانط في الشكل المجاور هاي لاحظوا هون هاي إذا بدي الأزرق شو بدي يكون هان أحمر إذا هان أحمر شو بدي يكون هان أزرق إذا هاي أحمر الثاني أزرق وإذا هاي أزرق الثاني أحمر والأحمر مع مين بتجاذب مع الأزرق والأزرق مع مين مع الأحمر هذا سؤال سهل بس يفهم هاي أزرق ويجي مع الأحمر واضح والأحمر بعد يأزرق والأزرق أحمر هيكي هاي أحمر أزرق أحمر أزرق بس بهذه الطريقة سؤال السابع تلف المصباح أحد أسباب عدم إضاءة المصباح في الشكل الآتي أعطي سبب آخر لعدم إضاءة المصباح في الدار أعلى بقول لك إنه ممكن يكون خربين طيب شو ممكن يكون إشي ثاني ممكن لكون البطارية خلصت هاي تلفة غير صالحة أو ممكن يكون السلك شماله مقطوع من الداخل يعني هذه الأسباب اللي ممكن تكون السؤال الثامن وعلق على السلوكيات الآتية طلع الولد الأهبل شو بيعمل قهد بيعط بيعط في إيش في كهرباء هذا سلوك سلبي ممكن يصير الأسلاك مكشوفة وتؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية لا سمح الله طلع حون هاي أسلاك كهربائية شمالها مكشوفة ممكن يصير تماس كهربائي وممكن يصير حريق طلع هذا التصرف تصرف كثير سلبي بيأدي إلى حدوث تماس كهربائي وممكن يصير صدمة ديروا بالك يا حلوين الكهرباء ما بيلتعب فيها السؤال التاسع واش رح ما الذي يحدث العربتين بهاي الطريقة رح يتجاذبوا ليش لأن هاي أحمر وهاي أزرق اقتراب السيارتين من بعضهما لأن الأقطاب المغناطيسية المختلفة شمالها تتجاذب السؤال العاشر لنحض دارة حول الإجابة الصحيحة في الأشكال الآتية مع ذكر السبب هل هي بتضوي ولا بتضويش أكيد هاي حلوين مش رح تضوي ليش أصلا فيش كمان سيلك السبب الدار الكهربائي مفتوحة لأن الأسلاك موصلة من نقطة واحدة فقط للمصباح الكهربائي مع قطب واحد للبطارية طيب هاي تضوي ولا بتضويش أكيد هاي بتضويش لأن السلك مفصول أيضا الدار الكهربائي مفتوحة لأن السلك التوصيل مقطوعة البعض هيا حلوين أكيد لا تضي ليش لأن موصل طلعوين موصل في الزجاج مفتوحة لأن الأسلاك توسيل الأسلاك غير صحيح في المصباح الكهربائي طيب هون راح تضيء نعم هون تضيء لأن الدارة الكهربائية مغلقة وعشان هيك التايير الكهربائي بمشي فيها بهاي الطريقة وهذه يا حلوين أسئلة الوحدة ديروا بالكم وترسوهم منيح كثير مهمات صفحتين هذو زي ما حكينا نشوفكم إن شاء الله في الوحدة الأخيرة المرة القادمة إلى اللقاء